ميسا سويدي فنانة تتبعثر الخامات الفنية تحت أناميلها بأسلوب تمتزج فيه الألوان حتى تجسد بنات أفكار الفنانات البحرينية مياس السويدي التي تميزت عن غيرها من الفنانين وحفرت اسمها في المحافل الدولية والعالمية بداخل كل إنسان مننا مخزون من الذكريات والمشاعر ورجود الأفعال والتفاصيل الكثير اللي مرت علينا فالإبداع يستخدم هذه المخزون في طلع في صورة لوحة في صورة نص شعري في صور مختلفة أستاذ مياس من يرى هذه اللوحات الفنية من بعيد قد يعتقد أنها كلوحات عادية دون أن يتمعن بها ويرى تفاصيلها وما أن يقترب منها ويرى هذه التفاصيل الجميلة حتى يتأكد بأنها لوحات متميزة ومختلفة عن غيرها كيف ترسمين بتميزه وما الذي يميزك عن غيرك في هذا المجال؟ بالنسبة لي أحب الاكتشاف أحب أجرب خاماتي ديدة أحب أجرب أساليب جديدة يعني مثلاً مدرسة التنقيطية مثلاً في اللوحة اللي وراي ممكن استخدمت خامات مختلفة مثل الشاي التجريب والدهشة المستمرة مع العمال الفنية هي اللي تشجعني أن أنا أرسم أكثر لا يشغل الفنانة مياس السويدي عن شغفها في التجارب الجديدة أي شيء فعلى هذه اللوحات جربت مراراً وتكراراً فتعثرت ونجحت وتعثرت ونجحت إلى أن اعتادت النجاح وتغلبت على كل العقبات ووضعت لنفسها مكانة فنية خاصة يترقبها فيها الجميع بدايتي في الفن كانت كهواية مع الوقت حضور الورشات التدريبية حضور المعارض والخبرات والتدريب عليه الفنانين تطورت وحاولت أقدم أعمال فنية أحسن النجاح بالنسبة لي في البداية كان بالمشاركة في معرض الفنون التشكيلية في متحف البحرين الوطني بالنسبة لي كان جداً مهم فقدمت أول مرة ورفضت الأعمال الثاني مرة أيضاً رفضت ثالث مرة قبل عمل واحد فكان بالنسبة لي هو البداية الحقيقية للمشاركة في هذه المعرض الأهم التمييز بات من سمات الفنانين ولكنه اليوم يأخذ أشكال فنية جديدة خصوصاً عندما يتم دمجه مع مكونات اعتدنا أن نشربها ونأكلها لا أن تسرقنا روعة وجمالاً الفنانة مياسة لها تجربة فريدة مع فن لوحات الطعام وخصوصاً فن الشاي في معرض الشاي الخامة الأساسية التي استخدمها كانت كياس الشاي مثل ما تشوف هنا أنا فاتحتهم كلهم فكنت أخذ أوراق الشاي نفسها فتشل الشيس وأجففها بعدين أستخدم هذه الأوراق الصغيرة في صنع الأعمال الفنية الأعمال الفنية كان فيه أعمال صغيرة وكان فيه أعمال كبيرة مثل هذه اللوحة حاولت أدخل أيضاً خامات مختلفة التي هي مثل التي ليبل وكياس الشاي نفسها عشان تعبر عن الفكرة أكثر لمسات الفنان السويدي في فن الشاي لقت اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور والمتذوقين لهذا الفن فقد فازت بالتصويت في جائزة سوفرن الفنية العالمية وتم بيع لوحاتها في مزاد كريستز العريق مياس السويدي فنانة لا تنصع لمدرسة فنية بعينها ذلك ما أتاح لها فرصة للتفكير الإبداعي وتقديم أعمال لا يشابهها بها أحد بالنسبة للمدارس الفنية أنا حد الحين ما زلت في مرحلة البحث والاكتشاف أجرب عدة تقنيات عدة خامات فنية فما قدر أقول أن أنا أتمي لمدرسة فنية معينة يمكن لأني ما تخصصت في الفن ومجالي الأكاديمي بعيد تماماً عن الفن فدايماً كنت الاكتشاف يشغلني أكثر البحث عن الدهشة أكثر مثل ما قلت لك تخصصي الرياضيات وحاسب آلي بعيد تماماً جداً عن الفنون لكن أعطاني حرية أن أنا أكتشف الفن بطريقتي مياس السويدي حصدت منذ دخولها عالم الفن التشكيلي العديد من الجوائز علاوة على مشاركتها في المعارض والفعاليات الفنية المحلية والإقليمية والعالمية وكان من أبرز الجوائز التي حصدت عليها هي جائزة لجنة التحكيم الثانية في ملتقى الإبداع الخليجي الثالث في الكويت والجائزة الأولى في المعارض السنوي الثالث لفنانات البحرين برعاية نادي إنجالري وجائزة ملتقى الكويت الدولي للفن المعاصر فبفنها المختلف لفتت هذه الفنانة انتباه المختصين والمتذوقين لمعاني الفن في لوحاتها المختلفة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين